من البداية قررت أن لا أكون عضوا في لجنة التحكيم كي لا أؤثر بخياراتي على خيارات عضاء اللجنة بالمقابل وجدت من الضروري أن باعتبار طبعا أنني وضعت الشروط الفنية والإجرائية لهذه المسابقة أن أواكب عمليات التقييم للتأكد من مصداقيتها ومن دقتها أيضا وجدت من الضروري أن أستمع إلى الألحان المرشحة قبل عرضها على اللجنة للتأكد من مستواها بعد الاستماع وجدت أن بعض هذه الألحان يقدم سوية مقبولة نسبة إلى المرحلة التمهيدية والألحان التي قدمت فيها والتي كانت بشكل عام متواضعة المستوى إذن هناك فرص عندما يكون هناك تحريض وتحفيز للملحنين أن يتحسن المستوى وأنا أدرك ذلك خاصة أنني أعرف المستوى الذي بدأ به كبار الملحنين في الموسيقى العربية والذي تطور كثيرا مع الممارسة والخبرة والتنافس ولكن بالمقابل كانت هناك ملاحظات كثيرة على هذه التسجيلات والألحان المرشحة مثلا أخطاء كثيرة في العلاقة بين إيقاع اللفظ وإيقاع اللحن وإيقاع الشر كانت هناك مدود صوتية على أحرف ساكنة وهذا غير مقبول تأنف الأذن العربية أن تستمع إلى مدود صوتية على أحرف ساكنة يمكن قبول ذلك في الغناء باللهجات المحلية ولكن عندما يكون العمل مبنيا على قصيدة شعرية فهذا غير مقبول أيضا كانت هناك أخطاء في تحريك الحروف وفق قواعد الإعراب في اللغة العربية أعلمت الملحنين بهذه الملاحظات العامة وطلبت إلى من يريد أن يعيد تسجيل لحنه مع الأخذ بهذه الملاحظات ومنهم من أعاد ومنهم من ثبت تسجيله عندما اكتملت الألحان جاء دور لجنة التحكيم لما كنت قد قررت أن تجري أعمال أول مسابقة للملاحنين على شبكة الإنترنت بالكامل فلما لا تتشكل لجنة التحكيم من خلال هذه الشبكة خاصة أن صفحتي على موقع فيسبوك لها أكثر من ربع مليون متابع ولا شك أن من بينهم من يحقق شروط الانضمام إلى عضوية لجنة التحكيم من هنا فقد نشرت نشرة على جدار صفحتي على موقع فيسبوك دعوت فيها من يرغب للانضمام إلى لجنة التحكيم بينت أن العملية تطوعية إذ أننا جميعا نتطوع لأن لدينا هذا الهم المشترك في التأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة وبينت أن من يريد أو من يرغب في الانضمام عليه أن يحقق أحد الشروط التالية أن يكون مثلا أستاذا في الموسيقى حائزا على شاهدة في الموسيقى أو باحثا أو ناقدا موسيقيا له دراسات منشورة أو أن يكون مؤلفا موسيقيا أو ملحنا أو موزعا أو عازفا أو مغنيا أو أن يكون إعلاميا يكتب في شؤون الموسيقى أو شاعرا أو أستاذا في موسيقى الشعر أو أن يكون من الذواقة طبعا طلبت ممن يرغب أن يرسل لي رسالة على بريد الصفحة فيها سيرة ذاتية ونماذج من أعماله بالنتيجة تقدم أكثر من ستين مرشحا لعضوية لجنة التحكيم وبعد دراسة السيرة الذاتية وسوية الأعمال وأيضا طيف الاقتصاصات المطلوب قمت بتشكيل اللجنة من ثمانية عشر عضوا حققوا الطيف اللازم في السوية الجمالية العامة لللحن أو في النص الشعري وتقويم وتقييم النص الشعري أو في تقييم اللحن أو في تقييم العلاقة بين النص واللحن وهكذا تم إذن تشكيل اللجنة من أجل أن يكون هناك منصة تحتضن عمليات تقييم الألحان أسست مجموعة سرية على موقع فيسبوك أي أنها لا ترى ولا تتابع إلا من أعضائها وبعد ذلك عندما انضم الأعضاء إلى هذه المجموعة بدأت أولا بمناقشة شروط المسابقة معهم عرضت الشروط ونقشتها معهم للتأكد من التوصل إلى تفهم جميع عناصرها وعندما اكتمل هذا الأمر أصبحنا جميعا جاهزين لدخولي في مرحلة تقييم الألحان رأيت أن تبدأ اللجنة بالاطلاع على الألحان اطلاعا عاما لا أن تبدأ مباشرة بتقييم الألحان لحنا لحنا والغاية من هذا الاطلاع العام أن تتشكل في ذهنية أعضاء اللجنة صورة عن السوية العامة للألحان المرشحة لكي تقيس على هذه السوية العامة عندما تقيم كل لحن على حدة وليس أن يكون التقييم نسبة إلى أعمال كبار الملحنين عندما تم ذلك أجريت تصويتا على جدار مجموعة التقييم لكي نحدد النسبة من الأعمال التي تقترب من السوية المقبولة للألحان قام عضاء اللجنة بالتصويت وتم تحديد نسبة 42% من الألحان المرشحة وعددها كما رأينا سابقا 31 لحن مرشح أن نسبة حوالي 40 إلى 42% تتضمن سوية مقبولة لكي نتابع في هذه المسابقة بعد أن تم ذلك بدأ أعضاء اللجنة بتقييم الأعمال توزعوا على محاور الاقتصاصات الذواقة والإعلاميون العاملون في مجال الموسيقى تجهوا إلى تقييم السوية العامة للعمل الغنائي ككل السوية الجمالية السوية التعبيرية وكأنهم جمهور من النخبة أما بالنسبة للباقين من الأعضاء فمنهم من اتجه إلى معالجة النص ومنهم من اتجه إلى معالجة اللحن ومنهم من اتجه إلى معالجة النص واللحن من اتجهوا بشكل عام كان هناك 18 سؤالا مطروحا على أعضاء لجنة التحكيم تؤثر جميع المحاور التي تحتاج إلى تقييم مثلا بالنسبة إلى النص من حيث الشكل هناك أولا سوية البنية الإقاعية سلامة البنية الإقاعية هناك موضوع اللفظ هناك موضوع مدى ملاءمة النص للغناء مثلا كثافة الأحرف الصوتية فيه التي تساعد الملحن وما شابه ذلك من حيث أيضا السوية الجمالية للنص من حيث السوية التعبيرية وهل يوفر إمكانيات لكي يكون أمام الملحن مجالات للتعبير عن المعاني بالنسبة لمن اختصوا بموضوع اللحن كان هناك مثلا تدقيق السوية العامة كان هناك البناء العام لللحن تسلسل الفقرات اللحنية شكل الجملة اللحنية مدى جدتها مدى انسيابيتها سلاسة الانتقالات المقامية الجرعة الموسيقية المساحة الصوتية إذن كان هناك عناصر كثيرة أيضا في العلاقة بين النص واللحن هناك موضوع الإقاع إقاع اللفظ وإقاع النص وإقاع اللحن هناك مثلا التعبير أين كانت هناك مواطن في النص التعبير هل عبر عنها اللحن وأخيرا كان هناك التوقف عند سلامة الأداء الصوتي وهنا بالواقع لم يكن ذلك العنصر دائما مقنعا قام عضاء لجنة التحكيم بتقييم الألحان المرشحة جميعها وعند التمع في كل اللحن كانت تجري بينهم نقاشات ثرية وغنية حققت فعلا سوية منهجية عالية وكانت هناك ملاحظات من أعضاء اللجنة على خلايا الألحان كانت هذه الملاحظات تلخص وتثبت في سجل اللحن المعني بعد ذلك انتقل الأعضاء إلى التصويت من خلال إجابة على الأسئلة التي وضعتها لتأطير شروط المساعدة في الواقع أنا لم أطلب تحقق الشروط بالإجماع وإنما قبلت بمبدأ الأغلبية أيضا لم أطلب تحقق الشروط الإزامية الأربع وإنما قبلت بشرطين فأنا أدرك أن هذه أول مسابقة للملاحنين وأول مسابقة تجري وفق شروط موضوع سلفا على كل حال بعد أن تم التصويت وكانت هناك هذه الملاحظات كان هناك نظام وضعته للعلامات لترجمة أعمال التصويت إلى علامات وبعد ذلك وضعت العلامات لجميع الألحان والآن لدينا تسلسل للألحان وفق العلامات المحققة من العلامة الأعلى إلى العلامة الأدنى ولهذا دور لاحق في مجريات هذه المسابقة الآن هناك ملاحظات كما قلنا وقبول مبدأ الإجماع حقق أن التسجيلات أو الألحان التي حققت الشروط وفق مبدأ الأغلبية وكانت معها ملاحظات موجودة وأيضا حققت العلامة هذه الألحان التي حققت إذن شرط العلامة وتحقق الشروط ولو وفق مبدأ الأغلبية عرضت هذه الألحان على التصويت العام الآن ولكن هذه الألحان تعرض ومعها ملاحظات من اللجنة معها بعض الهنات معها بعض الأخطاء هذه الملاحظات أعلم بها الملحنون الذين تعرضوا أعمالهم للتصويت العام عرض هذه الملاحظات عليهم وتثبيت الهنات والأخطاء الصغيرة أو الأكبر له غاية في صقل المواهب فبالنتيجة المسابقة ليست ربحا أو خسارة هي صقل للتجربة هي صقل للموهبة وبالتالي هذه الملاحظات التي فيها ما يتصل بالشعر وبالبنية الإقاعية ومنها ما يتصل بتحريك الحروف ومنها ما يتصل بالخلل في الإقاع بين اللفظ واللحن والنص هذه الملاحظات دفعت الملحنين إلى التمعن أكثر في ألحانهم إلى مناقشة النصوص مع الشعراء وهذه غاية من غايات هذه المسابقة طبعا أتمدنا أنه إن بقيت هنات أو أخطاء في هذه الألحان فالألحان الفائزة عليها أن تعيد التسجيل مع تصويب جميع الهنات والأخطاء البسيطة والملاحظات كي تعرض نهائيا بشكلها الكامل والمعالج من أي خطأ الآن إذن مجمل الأعمال التي حققت العلامة وتحقق الشروط عرضت للتصويت العام فيما سيلي أو ما سيتبع ستوقف عند تعليقاتكم الأساسية حول مبدأين اعتمدا في هذه المسابقة أولا مبدأ تقييد الملحن بشروط كما قيل والمبدأ الثاني التصويت العام ما له وما عليه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة